وصلت أكهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها وتمكنت الإدارة العامة للشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحكبها عن التداول وبيع السلع منتهية الصلاحية في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى سوارها لا سيما جرائم حكب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 73 طن ضقيق أبيض وأرز وسكر ومكارونا تم حكبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والغربية ونجحت في ضبط قرابة 16 طن ضقيق بلدي مدعم داخل شكائر بها نقص في الأوزان لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بحوزة مسؤول مستودع ضقيق تابع لإحدى شركات المطاحن والمخابز بالإسكندرية ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 92 طن مواد بناء بحوزة خمسة من مالكي ومسؤول مخازر لتجارة مواد البناء بالمنوفية والإسماعيلية قاموا بتخزينها لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط 55 طن أعلاف حيوانية إضافة إلى 7 أطنان أقمح محلية محظور تداولها بحوزة مالكي سلاسة محلات لتجارة الأعلاف بالمنوفية بهدف حجبها عن التداول بالأسواق لبايعها بأزيد من سعرها المتداول وضبط أكثر من 45 طن أسميدة زراعية غير معلن عن أسعارها قام أثنان من مالكي مخازر لتجارة الأسميدة الزراعية بسوهج والمنوفية بتجميعها لبايعها بالسوق السوداء وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية نجحت الإدارة في ضبط قرابة 335 طن مخلل وملح طعام غير صالحا لاستهلاك الأدمي بسلاسة مصانع لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية وبنسويف قبل أن يتمكن المسؤولون عن تلك المصانع من ترحيها بالأسواق وهو ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 130 طن زي الطعام ومسلزمات إنتاجه غير صالحا لاستهلاك الأدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية وضبط قرابة 97 طن لحوم ودواج ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحا لاستهلاك الأدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والمنوفية والإسماعيلية والشرقية كما نجحت الإدارة في ضبط 98 طن أعلاف حيوانية غير صالحا لاستخدام وتمثل خطرا على الثروة الحيوانية بحوزة قائد سيارة بالفيوم ومالك مصنع أعلاف حيوانية بالإسماعيلية وتمكنت من ضبط 15 طن أسميدة زراعية غير صالحا لاستخدام وذات أثر دار على الثروة الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسميدة الزراعية بقنة وتمكنت من ضبط 26 طن مستلزمات إنتاج منظفات صناعية غير صالحا لاستخدام بحوزة المسؤول عن مصنع الإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالإسماعيلية وضبط قرابة 16 طن بلاستيك مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص بالشرقية اشتركوا في القناة